النهاردة هقولك على طريقة المعتمدة عشان تعملي شوية فول مدمس زبدة وكهرمان لونه طحفة جدا والتسوية بتاعته حقيقي ممتازة سر فول العربيات والمطاعم بتاعة الفول والطعمية في الفيديو عندي هنا بدون أي إضافات الفول بس الفول المدمس بيتدمس من غير أي حاجة لا عدس ولا فول ولا رز ولا الحاجات دي طبعا دي كلها اجتهادات بس عاوز أقولك أن أصحاب المطاعم والعربيات بيعملوا الفول المدمس بالطريقة اللي هتشوفها دي وهقولك كمان إزاي تعملي أطباق مختلفة للفول تقدميها في الصحور وهتحس كل يوم أنك بتاكلي طبق فول بطعم مختلف يلا نسمي الله ونبدأ وصفتنا بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام أول حاجة عندي نصف كيلو من الفول البلدي ده فول بلدي ببقى لون الفولة كده بيضة دي بتدي أحلى نتيجة بمسك الفول بنظفه كويس لو فيه واحدة ما سفيها سوسة ولا حاجة أو فيه أي حاجة المهم من أن أنا بنقيه كويس وبغسله غسلة كويس عندك هنا بقى حلين وهقولك الأفضل بالنسبة لي إيه يا إما تاخدي الفول بعد ما تخسليه تنقعيه في مياه مغلية زين ما أنا عملت كده ده في حالة إنك مستعجلة أنا ما بفضلش الخيار ده بس ده في حالة إنك مستعجلة مش هتنقع الفول غير ساعة واحدة بس يعني هحط عليه المياه المغلية واسيبه منقوع ولو مش مستعجلة إنقعي الفول من بالليل للصبح أو من الصبح لبالليل وهقولك ليه وإحنا شغاله بعد ما نقعت الفول هبتدي أصفيه من المياه بتاعته وهاخده في الدماسة بتاعتي وممكن طبعا تعمليه في الحالة الألمونيوم أو في حالة الضغط أو الحالة اللي انت حابة تشتغلي فيها مش لازم دماسة خطس بعد ما باخد الفول بحطه في الدماسة عندي بقى مياه مغلية بحطها في الدماسة الفول بيكون وصل لنص الدماسة والمياه بتكمل لحد ناية الدماسة مهمة قوي إنك تنقوني حط المياه بالزيادة ولازم المياه تكون مغلية يعني ما ينفعش حط مياه من الحنفية وارجع أقول الفول سواد ليه على ما بتكملي ملو المياه دايماً خلي الفول مضغط باخده زي ما هو كده برفعه على نار النار بتكون عالية في الأول وأول ما بيغلي كده بهدي النار شمعة وبحط ورقة حراري كده بالشكل ده وبقفل عليه كويس قوي هنا احنا بنعمل الفول كأننا مساوينه في حالة ضغط بالزبط بعد ما باهدي عليه النار بسيبه بالزبط من ساعتين ونص لتلات ساعة ده في حال إن أنا نقعته ساعة واحدة بس لكن لو أنا نقعته يوم كامل زي ما أنا بحب أعمل دايماً وبغير عليه المياه باستمرار بياخد بالزبط ساعة وربع تسوية هنا الفول بعد ما استوى كويس ما شاء الله شايفين أنا محتاجتش أزود مياه خالص لإني حطى مقدار المياه المزبوط آخر حاجة بقى بضفها قبل ما بضفع عليه بعشر دقيق بالزبط لمونة بشيل البزر بتاعها وبرميها في الفول ما تحطهاش من الأول علشان ما تمررش وده بقى شكل الفول بعد ما استوى ما شاء الله كهرمان الفول زي الزبدة مش محتاج أي حاجة خالص فيه طبعاً ناس بتحط نشع علشان تتقل المياه بتاعته شوية واخدوا بالكو أصحاب المطاعم بيعملوا كده علشان الفول يرمي معهم كمية والخيل ويخلي المياه تقيلة بس خدوا بالكو أنتوا مش هتحتاجوا الخطوة دي لسبب واحد بس الفول لما بيبات بيتقل واحد ده رباني كده بصوا ما شاء الله عامل زي الزبدة اللي بيخلي الفول يسود منك أنك أنت تعمليه بمياه من الحنفية أو أنك أنت تزاودي كل شوية عليه مياه وهو بستوي ده اللي بيخليه سود دي أول طريقة لحفظ الفول هنعمل الفول المعبف برطمانات برطمانات متعقامة كويس جداً من اللي بيكون غطيانها صفيح باخد الفول وهو لسه مغلي زي ما انت شايفة وبعبل برطمانات كويس وبخلي المياه بتاعت الفول على وش البرطمان وبقفل البرطمان وبيعمل تكية أمان لوحده البرطمانات دي أنا بشيلها بره التلاجة وبتفضل معايا شهر كامل سليم الطريقة الثانية لحفظ الفول إن اكتسبيه في الدماسة يعني أنا بعمل كل 3 يام فرمضان ربع كيلو فول بس وبسيبه في الدماسة على الرف بتاع التلاجة وبطلع منه عند الاستخدام بيفضل بلونه مدام الدماسة مقفولة عليه كويس طريقة الثالثة طبعاً إنك تقسميه على أكياس وتشيله في الفريز ده بقى أول طبقة أحضره معاكو الفول بالإشتة واللبن وده كان أكتر طبق فول محبب لبابا لا يرحمه أو أحد فيكو يتطرق علشان بجدها زعل بتحط عليه إشتة ولبن وشوية ملح بدقة وده أحلى طبق فول نيجي بقى للطبق التاني طبق فول بالسلطة بياخد الفول وبحط عليه شوية كامون بعد ما بهرسه وشوية ملح بدقة وبقلبه مجهزة بقى عندي طماطمية متقطعة قطعة صغيرة بصلاية أرنفل في الحراء عودين قصبر أو بقدونس بكل مده متقطعة قطعة صغيرة باخد منه معلقتين بقلبهم على الفول والباقي بزين به وش الفول بالشكل ده وطبعاً ما تنسيش تعصري عليه عصير نص للمون لو عندك بقى شوية طحينة حطي على الوش شوية طحينة شوية زيت زتون أو زيت حار وعيش ده طبق طعمه في منتهى الجمان الطبق التالت طبق الفول بالطوم والطماطم بشوح فصين طوم وعليهم طماطمية لحد ما تستوي مع بعضها ببهرها بشوية كمون وملح بدقة وبحط عليها الفول المضروف في الخلاط أو بالهند بلندر الملح بدقة اللي أنا بقولكو عليه ده عبارة عن ملح عليه شطة وكمون وفلفل اسود آخر طبق اللي هو طبق الفول بالبيض والباسترمة عاملة الباسترمة والبيض لوحدهم والفول ضربته في الخلاط وحطت عليه شوية الملح والكمون وبعد كده حطيت عليه البيض والباسترمة بعد مستوى بصوا ما شاء الله شكل الأطباق بجد يفتح النفس وكل يوم هتحس انك بتاكل طبق فول مختلف جربوا الفول بطريقتي ومش هتندموا أبدا